السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة السلام عليكم السادي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يطول عمرك مولاي يزيني ايامك السادي الله يجريك بخير عندي واحد المشكلة الله يطولنا في عمر ديرك وقلت هاد اللغة ما غادف كولي عنها سافي يا ربي ربي قدردها عندي واحد المشكلة ومشتنطقت واحد النطق لما رأك كانت تحرقت 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 خطرات ايا وكن قولي لهم خاطره ماشي زعنا بشي حاجة دعم بحيز واحد المشكلة وقالي معاك وتفتل واحد عرضي اختار ايا ذلك العرضي اختار كيتخلطه ثم ايالاته ورجاله وكنت عارف اندعب سي دعم وقد قلت ان اخوز الضغنغ والمشكلة وانا اخوز مشتنطقت وشي راح حرام مقدرش وفعلا يمشن في حالما ملت متجين قلت معا ادي وحد دري خارج من الاائلة نعم دبست واجه لها وخرج الخرج ذاك الخرج ذاعب اعلش يدخل عليها بحالها ذا وانا عندي المرات امه ولا اخوه لاندور المرات ما يدخل في حالها ذا وقال فعلا بداخل العمل والج kilometر جاء ضرمي جاء حتي بالان أنت الرغم من خطري واش نقطئ بها في اللسان أو شغط sexuality الداخل. في النفس. الاحساب دك الشيلي انا المره اللي قتلي ودي انا راني كان خطم الله وما اشتح شي لها. ما تقريها صراحة مزينا. ايا. ما عنده لذرية اي لتشهاجة. دعا. ومشكيل تقريها اتني البرحل اشي انا عف هو انت كي يجني التليفون دي اخوها. ايا. طلع لي اخوها بحلمكة. وانا نحل في التليفون بحلمكة ازمر اقلاد بي مع اخوك. واخوها كي يقول لي انا اعطي التليفون دي لفلان لولدك. وانا ما فرصيش بانا عند الولد. دعا. قلنا عطي التليفون لي يا السيد. دبا القالق ديه. لا تم يا دبا. وقال مشكل ما اختهاك. انك تصبح لاختهاك. شو تجوج بيها دبا. قلت ذبها بيها. وانا اقلتك. وما احملتوش انا اعطيها التليفون ديه. طلع. اعطي وانا اصانع له اخوها. طلع. ما ايش اعطيها التليفون دياليش. كلي كنت محب انت نعم. ايه صافي من دك صباح ننتج. ما تلح وجدت الله سيري بحفظة نشو هاش غالين دير. لبا لك انسينك عن تشغل تقول لي وصافي هاتش اللي كاي. وخا خياء. الله حفظك سيد الحمد. نعم سيري. الناس دي المحاربة الامية دي الجامعة لكي يدعو معك ويزفوك يقولك دعيم عام الله يحفظهم جميعا. الله يحفظهم جميعا يا ربي الله يبرك فيهم. وتحية كبيرة لهم. تحية كبيرة لجميع للناس دي المحاربة الامية. وكنحييهم واحدة حية كبيرة. ومن اجلهم اراكن يروا يوميا في اللحظة الليلية في برنامج كلام طيب تفسير القرآن الكريم بطريقة بسيطة واضحة. هو اصلا في خاطر هذه النزل المحاربة الامية لانهم يحبون القرآن وعندهم رغبة في تعلم القرآن. احنا قد ان شاء الله وصلنا الى الى عدة سور حتى وصلنا سورة ياسين. احنا قد مستمرين بارك الله فيهم اجمعين. سيد الحمد انا كنحييك على الغيرة الرجولي اللي فيك. لان اللي ما عندهش الغيرة. هذا كنت تسمى والعياد بالله ديوت. والديوت قالك لا ترفع له دعوة. تلات لا ينظر الله اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب انيم من بينهم الديوت. قيل من هو رسول الله الديوت. قال الذي يرضى الخابة في اهله. كالقمرات ولا اختول بنته في وضعية سيئة ويرضاها. قالك اذا كنت اسمى ديوت اللي هو اه ما يستجب له له دعوة. فنزل غفساي وما حولها معروف الحمد لله بالرجولة ديانهم وبالغيرة ديانهم. والنبي الكريم قال اقتل من لا غيرت له. يعني هذا من باب المجاز. يعني تخويف باش يكون عندنا الغيرة وعندنا الكرامة. مبدئيا سيدي احمد الاختلاط هو مباح في الشريعة. الاختلاط. رأى الوجود كله قائم على ذكر وانت. يكفي انك تمشي للبيقاء المقدسة. اطهر مكان لي مكة والمدينة. واتقى الاختلاط يوميا. الرجال والنساء. لكنه اختلاط محتشم. واختلاط فيه اه وقار. كما في القطاعات العمل المختلفة. كان قول اختلاط الضكور والنساء عاديين. لكن في الاحراص اشكي يقع. النساء كمشوا متجملات وكاشفات عن محاسنهن. ثم تبدأ الموسيقات والرقص. ثم يقع التمايل هنا كتبدأ المحاذير. وهي ان هناك العين زيغة. وكين اللي هو يقلب جاي خزين صيصا لكي يصطاد في الماء العاكر في العرس. وخلوا واحد غادي يقول لك الحمد لله النية حسنة وحنا خوت وحنا احباب. ولكن فيه وفيه. كل النية داخل لكي يصطاد. ويا ما سمعنا تبادل المكالمات الهاتفية وتبادل الارقام. ووقعت اشياء واشياء. فنقرر هذه القاعدة باش يكون معلومة عند الناس. الاختلاط مباح. لكن في هذه الوضعية للأعرس. كيكونوا الناس مجموعين بعضيتهم في اجمل لباس واحلاء. ثم يقع الرقص والتمايل والتغامز. ادخلنا الى المنطقة المحنورة. وحقا لك ان تغر. الان وقد وقع الذي وقع. سيد كون اعرسها كمحترمة. نسجة في الطوابل. مرتاحين. وخيكونوا مختلطين ما كين بس. لكن ملك يكون النشاط. يقول ما كين. من منوش النشاط. خسي يكون النشاط. العرس خسي يكون في الفرح. النبي الكريم قال اه اضربوا عليه بالدفوف. اعلنوا هذا النكاح. واضربوا عليه بالدفوف. خسي يكون الاعلان. ويكون الزغاريد. يكون الدفوف والغناء. لكن الرجال في ما بينهم. والنساء في ما بينهم. واللي حتى الساعة هناك اسر. كتحترم تقاليد العنية المغربية. والقيم الاسلامية. وعندها الطريقة. كي يكون العرس. مجتمعين. يعني بعضياتهم. يفرحوا. ويرقصوا. ويغني. وياخدوا رحتهم. غير ما يكونش هناك بغطة ملك يسجل. لانك تديع الصورة في الفيسبوك. وبالمقابل الرجال ايضا. حتى همياك يقرؤوا القرآن الكريم. وما البات يدون الامدح. وما البات يغني. ويضحكوا. ونشطوا. ما يكونش فابتسامة. فسلام. فكلام. فموعد. فلقاء. ففضيحة. كما قال امير الشعراء احمد شوقي ايام زمان. الان تدي حمد. انت انا قلت لمراتك انت طالق في نفسك. مش باللسان ديالك. احنا عدنا قاعدة في الشارع الاسلامية. كل ما يتلجلج في النفس مرفوع عنه القلم. لما نزل قول الله تعالى ربنا لا تواخدنا ان نسينا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. باللنزلات. قال ربنا قد فعلت قد فعلت قد فعلت. ما هو الشيء الذي لا تواخدنا مما لا طاقتنا به. قال العلماء هو كتجيك النية في القلب ديالك او في الدهن ديالك. وكتقول كلام في نفسك. سيء. يقدر يكون يحتل مجل الشك في الدات الالهية. يقول لك دا كل مرفوع عنه القلم. الامم السابقة لا. اليهودية والنصرانية لجتوا غير خواطر وهواجس. راس جل عليه دد. وعليه ان يستغفر مولاه. لكن الشريعة الاسلامية جاءت فنسخت ذلك واعتبرت بان كل الخواطر والهواجس. وخدك فيها حرام. ما بحسوا مش عدنا. ربنا قد رفع عننا الاسر. الذي كان الذي قبلنا. اما اذا قلت لزوجتك انت طالق 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 انطقت بها. فهذا النطق لا يعتبر طلقة. لماذا? لان الطلاق الان لم يعد بيد الرجل. وانما صار بيد القاضي. اي انسان مغير تزوج اول مرة? مش يكتلق مع الفتاة كي تزوج مع كلها انا زوجك على سنة الله ورسولك. تقول لي قبلتك اتزوج امدا. خاصوا مسترة. وخاصوا اجراءات. خاصوا يمشي للمقاطعات السلطة المحلية ويجي بشات العزوبة. اوجات الخطوبة. ومشي الصحة يجي بشهد انه سليم من الامراض المعدية جلديا وغيرها. عاد كي يمشي يقدم العدل والعدل غير وسيط. عاد كي يمشي عاد القاضي دي الاسرة. والقاضي الاسرة مادة تحريات. عاد كي يعطيه الادن بعقد القران. عاد تكتم العقد. عاد كي تزوج. فهناك مسترة طويلة عند الزواج. كذلك في الطلاق هناك مسترة مماثلة. اللي يعطيك الادن من الزواج هو القاضي. كذلك اللي يعطيك الادن من الطلاق هو القاضي. فلو قال الرجل لزوجته انت طالق. لم تعد العقدة ديال الطلاق بيد الرجل. بل صارت بيد القاضي. الا ان يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ايام زمان كانه والزوج. لكن في التعديل ديال المدودة ربي ما سماش. قال جعلوا مبني للمجهول. شكونا هو هذا. وش ولي الامر. وش هو المعني بالامر. الزوج. وش هو القاضي. الله اعلم. ربي خلها مبني للمجهول. الا ان يعفو الذي بيده عقدة النكاح. المعمول بايام زمان اجتهادا هو الرجل. لكن لما تم تعديل المدودة ديال الاسرة. صار المقصود به الذي يعفو. ليدي بيده عقدة النكاح. هو القاضي. فلا بد ان الرجل لكن فعلا بغي يطلق. مش لحظة غضب. خصو يدفع اه طلاب. ويكون فعلا راء بان عورة زوجية ينبغي ان تنفك. عنده اقتناع كامل بانه زوج سوف يصير الى الى مفاسد اكتر. فيقع صراع او عدف او قتل او انتحار. اللهم انطلقوا ولو وصلوا هذا المستوى اللي فيه المصائب. اما لكن غير غضب. غضب واحد شف المرأة والاخو المرأة بتسمات ومكالمة هاتفية. هدي شناء صغير ترتب عليه غضب. نطق بلا. كم شو عاد القاضي اولا. وكنت تبعوا المسطرة. والمسطرة ان القاضي كيتبع كيتبع قول الله تعالى. فبعتوا حكما من اهله. وحكما من اهلها. المسطرة دي الصلح. اوو كي اعطيك واحد المهلة على اقلها شهر. بشي الله النفوس تبرد. ثم الشهر التاني فين وصلنا. والشهر التاني عاد كي يحكم بالطلاق. فاذا سكت الغضب ودهو غضب معلك والو. ادبا الان اخي احمد رمعلك والو. هذك الكلمة اللي قلتي. انت لست صاحب سلطة لان تطلق. فمعلك والو غضب. اللي قد دير هو انك تستغفر المولى. وان شئت صمت. صمش ايام. ثلاث ايام صمها لله تعالى. واستغفر ربك. لان من مقاصد الشريعة الاسلامية. الحفاظ على بنية الاسرة. الاسرة هي واحد مقصد مهم من مقاصد الشريعة. لا ينبغي ان نقوم بتهديمها لاتفه الاسباب. لانه غير ترتب عليها مفاسد. المرأة غير تعد مطلقة. الراجل غير مطلق. الاولاد مشردين. المجتمع كله سوف تترتب عليه مفاسد. فالفقهاء المقاصديون يرون لابد من حماية هذه الاسرة باقل شبهة. فنقول زوجتك حلال عليك. وانت زوجها دوما على سنت الله ورسوله. ما في طلق. ما دمت لم تصنل المحكمة. والى القاضي. كل ما عليك ان تستغفر المولى عز وجل. تصوم ثلاث ايام تقربا الى الله تعالى. وتقدم الى الله بصدقة. وعافى الله عما سلف. واسأل الله تعالى ان يحفظك ويرعاك ويبارك فيك. وهذه وصية لنسائنا جميعا. النساء ديولنا نقول لهم مكن بس نبشون فرحوا في الاعراص. ولكن نحافظ على على بهجتنا. وعلى على قيمنا وعلى اخلاقنا وعلى سترنا. لان ابليس كيكون خدام لك ساعة. وياما لاحظنا بان العرس كيسالي بصراعات وخصامات وخلافات متعددة. احنا بغينا الفرحة وتبقى الفرحة مستمرة ما بغينا الفرحة تكون عندها علاقة في الاختاب بالطلاق والنزاع وكان حي النساء دينا في جل المدن المغربية دائما كيف رحوا بعضيتهم وكيف سعدوا بعضيتهم وكيف يغنوا بعضيتهم دون ان يكون هناك سبيل لابليس لكي يتأسى الرب استودعكم الله الذي لا تدعو ودائعوه واستودعكم على غياده الانشودة الجميلة مع النساء في عرس جميل كي يرفعونهم الهم والغم كيف فرحوا وكيف سعدوا اللهم اجعل ايامنا كلها افراح وكلها مسارات اللهم ادفع عندنا البلاء وادفع عندنا الغلاء وادفع عندنا الجفاف اللهم احفظنا من الاوباء والاوبئة والامراض والاسقام والعلل واحفظنا من الفقر واحفظنا من كيد ابليس واحفظنا يا ربي من الفسوق والعسيان واجعلنا من عبادك الراشدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله